أفلام الكورية ما يسمى دي أنا أطالع وش فيها بس رحتي لواحد من الدكتور هو سنين طويلة يباشر في إلقاء محاضرات تربوية تخصصة ويستقبل الاستشارات الأسرية التربوية تخصصة يقول في نظري يقول لو حتى بيقطعون راسي بقولها بقولها وش هالكلمة اللي يعني يقول حتى لو موتي فيها قول قال أن الأفلام الكورية أخطر شيء على المشاهدين شال الأنمي وشال هليوود وشال كل شيء ولا قول كلهم بشي خلم جيها والكورية أخطر كل شلون قال الكورية تب اقتصاد جمعت كلها فرق أغاني ورقص بين الأولاد والبنات وأنيمي عدها ومسلسلات وأفلام وخيال كل شيء عدها فهي استقطبت على حساب آخرين وسموم ويقول بنظري المشاهدون للإعلام الكوري الجنوبي وصلوا كثير منهم راجعوا تشف إلى مستوى الاضطراب في الهوية الهوية انتماء هوية دينية عندك انتماء لدينك إلى أمتك إلى تاريخك إلى علماءك إلى وطنك ما فيه وإذا راح الانتماء صار النفس هزيلة يمكن ترتد يمكن تلحد يمكن تنتحر يمكن أي شيء فيقول جاءتني قضايا وصلوا إلى الاضطراب في الهوية الاضطراب الهوية الجنسية هذا مفرد من مفردات الاضطراب في الهوية لكن يقول جوني أصيبوا بالاضطراب الهوية بسبب الإعلام لمسلسلات وأمثال هذه الكورية اشتركوا في القناة